الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الانبياء والمرسلين النهاردة ان شاء الله حل معاكم الاختبار الاول بالصفة الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الثاني اللي هو المحافظات اول حاجة محافظة القاهرة بسم الله الرحمن الرحيم هبدأ اول حاجة بالديالوب اللي هو سائح يريد الذهاب الى الاهرامات اي من بيقول له اي مساعدة او اي خدمة هيقال سؤال فهقول له اي انا رفت السؤال ده منين اقرأ الاجابة التانية كده الهرم امشي على طول في شارع الهرم اللي هتلاقي الاهرامات في نهاية الشارع بس انا مش عارف الشارع ده كويس فعشان انت لو بيسعى للاقي على الاهرامات يبقى انا السؤال الاولاني اين الاهرامات او ممكن سؤال تاني كيف اصل الى الاهرامات يبقى لها هنا ممكن ده او ده ممكن اي سؤال عادي اه هنا بعد كده السؤال اتقال له زاتس اجريد ايضيا انها فكرة كويسة بقول له انا مش عارف الشارع ده كويس فقال له ايه يقول له رقم اتنين ممكن تاخد ايه تاكسي فقال له زاتس اجريد ايضيا دي فكرة كويسة جدا طب رقم تلاتة اه طبعا في الاجابة بيقول له اعطاك انت يجب ان تدفع للسائق التاكسي خمسين جنيه طبعا عايز سألنا على السعر يبقى تكلفة التاكسي ده كام فما قال له ان هو سعر لخمسين جنيه قال له ده رخص جدا قال له سانك سالوت طب في الاخر يقول له ايه رقم اربعة بعد كده اه اللي هو السؤال التاني اه اكتب ماذا تقوله في المواقف الاتية رقم واحد صديقك بيقولك ان هو فاز بالجائزة انت مندهج جدا تقول له ايه ها واندرفول يا لو من شان رائع طيب رقم اتنين بتسأل المدرس بتاعت امتى بدأ العمل في هزي المدرسة هتقول له ايه طبعا لازم يكون مؤدب واي يسأل المدرس بتاعه يقول له ممكن تقول لي ممكن تقول لي طب رقم تلاتة صديقك بيسألك عن الفيلم اللي هو الرائع او الشاي اللي انت شفته مع بعض اه فانت هتقول له ايه 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 اللي بيحصل ليه اللي هم ذكور النحل قبل الشتاء وليه هتبقى الاجابة هتبقى موجودة في القطعة اللي هو سطر الاخير اه السطر الاخير في القطعة اللي هي اه يبقى كلهم بيخرجوا من البيت بتاعهم لكي لا يتناولوا العسل اللي هم ايه ما جمعهوش السؤال التاني ازاي نعرف ان اللي هو النحل ده اه حكيم ومشغول اللي جابة برضه موجودة في القطعة تبقى زي انهم بيكلهم بيشتغلوا مع بعض انهم يبنوا الخلايا السؤال التالت وين دو زابيز امتى النحل بيوقف او بيوقف الشغل بتاعه امتى لو الملكة فقدت او ايه او او ماتت كلمة ازا انضر لان كلمة بروبر بروبر معناها ملائم بيان اختيار بتاعها اللي هو صحيح اه رقم خمسة ازا انضر لان كلمة زاي عيد على ايه اللي هي الخلايا اه بعد كده سؤال القصة رقم واحد هتبقى رقم سي اللي هي كانت زوجة طب رقم اتنين اللي هي اه رقم هتبقى رقم اي اللي هي المرأة اللي كانت تعيش مع اتنين من اخوتها رقم تلاتة لزي اللي هو رقم ايه اللي هو كان الحصان الصغير في ايرل شارك اه رقم اربعة يورك يورك اللي هو رقم بي اللي هو الرجل اللي كان بيشتعل مع ايرل سميس بعد كده الاسئلة رقم واحد هو سكينر اند واي اه من هو سكينر وليه كان هو يبدو ان هو اه شخص سيء هقول كان سائق سائق تاكسي اه سيء جدا ما بديش للاحصنة الراحة او لا طعام اه رقم اتنين ازاي وصف اللي هو جيري وصف البلاك بيوتي لبنته اللي هو ايه زي زي زيها اه رقم تلاتة اه اي مدى اللي هو الشارك ده افضل منه ازاي اه يبقى اكسر منه حداثة اند بيجر اكسر حداثة واكبر ايه منه اه لماذا ستعتقد ان مالك جينجر دفعوا القليل من المال ل رقم خمسة هل تعتقد ان مالك بيوتي ده كان غطبان من جينجر بسبب نوة ازاي يعني ليه او ليه لأ هقول نو لأ ان هو عارف ان جينجر بعملش ده عمدا او بمزاجه يعني يعني عمدا او بمزاجه بعد كلاس سؤال الاختياري احمد اسكت مي what i was doing yesterday evening خدت هنا ايواز لان هنا what رابط لازم ييجي بعدها فاعل وفاعل فاعل i was اللي هو الفاعل يبقى احمد اسكت مي what i was doing yesterday evening رقم اتنين هتبقى ليه رقم دي لان الطائرة هنا لها معات سابت فلازم اخد الفعل باضافة رقم تلاتة كليين ديت لها متنظف بعد هنا يبقى انا لها المبني للمجهول منفي يبقى هنا رقم اربعة زريد الشيكنز اللي هي الفراخ الحمرة بتضع البيت كريم الاي يضع البيت يعني لاي ما تكونش طماع انت معاك فلوس كتير اه ستة اه يعني مود من لي العاب الكمبيوتر بعد كذا السؤال رقم واحد اه عايز هنا عايز هنا معي هنا عامر قصر دراع عامر عامر واقعة وجرحة ربما ان هو قصر دراعه فقول ايه عامر وعمل تصريف تالت يبقى الفعل عامر رقم اتنين هل معاك مياه كافية عايز انف يبقى اقول هنا السؤال انا لها تكون حفظة هل معاك مياه كافية رقم تلاتة معرفتش ابن عمك لزيك انا ما قولتش ايه هلو هنا ده انت ماضي وماضي برحلة التالتة ايوود هاف سيد هلو تاني ايوود هاف سيد هلو اه وكده اكون خلصت الاختبار الاول لهم حفظة القاهرة للصف السادس الاعدادي الفصل الدراسي الساني ما تنسوش لو سمحتوا الاشتراك في القناة ولايك وشير وسبسكرايب ما تنسوش تفعالوا الجرس لكي يصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر